يا صباح الردى والرحمة من رب العالمين صباح الفل صباح السعادة صباح كل حاجة حلوة على عيونكم حبيبي ويوم جديد ويلا بينا نبدأ بقى النظام النهاردة هنبدأ النظام الجديد والتحدي الجديد اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدينا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارينا وقلوبنا وأزواجينا وزرياتنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم قولوا آمين يا حلويا اللهم آمين يا رب العالمين يلا نبدأ يومنا بقى والتحدي الجديد عايز أقول لكم بقى خاطير هيعجبكم جد بجد النظام حلو جدا وماليان حاجات حلوة جدا مش هنمل خالص أول حاجة زي ما انتم متعودين معايا بحضر اللي سموزي بتاعي اللي هو كان عبارة عن إيه لتر من المية حطيته فجار كبير وأخدت نصف طفحي أتعطيها ترانشاط رفياعة كده شلت القلب زمان شايفين وحبتجي إن أنا أضيف عليها معلقة كبيرة أو معلقتين صغرين من بزور الشي بزور الشي حلوة جدا يا جماعة حاولوا ادخلوه في يومكم هي مضادات أكسادة مليانة ألياف مجبعة فيها كالسيا فيها بروتين حلوة حلوة بجد وفيها أوميجاسري مفيدة جدا يا جماعة حاولوا ادخلوا معلقة كل يوم خلاص حبتيجي ركنها بقى ساعتين كده نشرب كوب بيتين من الميا وحبتيجي حضر فطاري فطارنا النهاردة فطارنا النهاردة عبارة عن اتنين بيضة وهبتيجي أعملهم قملية عايزة خالص عايزة تجيفي عليهم خدار فلفل أو طماطم براحتك أنا هعملهم قملية يعني عايزة خالص لأن أنا هاخد خدار مع الطبق بتاعي وهبتيجي زي من شايفين حاربه كويس كويس ملح وفلفل سود وحطيت قطعة زبدة صغيرة في الطاصة وحبتيجي أنزل وهدي نار شوية ومش هقلبها طبعا أنتم عارفين طريقة الأملية العايزة خالص والسهل جدا بعد ما يبتيجي أنه هو يفق كده من الاجناب هبتيجي أطبقه واسيبه شوية كده عشان يستوي من جوه وكون بجهز بعد كده باقي الوجبة الفطار بتاعش عايزة أشكر كل حبيبي بجد بجد ربنا يخليكم لي ويدونكم في حياتي نعمة أنتم بجد الطاقة الإيجابية حبيبي تعليقكم وكلامكم على راسي وأنتم اللي بتقولوني بتدينا طاقة إيجابية بالعكس ده أنتم الطاقة الإيجابية كلها أنتم اللي بتشجعوني أني أصور لكم ونزل لكم حاجات كده في يومياتي عشان بجد أنتم حاجة كبيرة في حياتي يا رب يجعل ما بيننا كل خير وأكون يا رب كده عند حصن ظنكم هنا بقى نكمل كلامنا ونكمل بقية يومنا حبتيجي أن أنا أجهز كوباية من الأمريكان كوفي كده بطريقة سهلة خالص ما عندي كيش أي نسكة فيها عايزة تعملي شايب لبن براحتك بس النهاردة صراحة كنت مش متضبطها كده دمائي فحبت أعمل كوباية من القهوة وحبتيجي بقى أخذ البيت بتاعي وأنا هنا التوست الخطير اللي أنا عملته دوت في الكيس الحاجة عايزة أقول لكم بجد روعة بطلع منهم الفريزر بس أنا بحب صراحة حمصه حطيته في السندويش ميكر كده يتحمص لينا كمان معلقة من زفدة الفول السوداني بس أنا يا دوبة حطيتها بتاعة أبو عوف وعملناها على فكرة في البيت سهلة جدا بس أنا كنت جايبها وموجودة عندي حطيتها بس في الميكر ويف كده حاجة بسيطة خدت لفة كده وابتدت تبقى كريمي كده وسائحة ولينا كمان معلقة من عسل النحل خلاص حبتجي بقى حط كم شريحة كده من الخيار ضروري ضروري في كل وجبة لازم أدخل يا سلطة يا فكرة هنا حطيت كم شريحة من الخيار وكم شريحة من الطماطم وده كانت فطار مشبع وحلو جدا حاولوا تلتزموا بوجبة الفطار ان هي تكون فيها بروتين وفيها خضار والنشويات حسب النظام اليوم بتاعك هنا حطيت حوالي نص كباية من الحليب ضرباها كده وابتديت ان انا انزله في المج بتاع القهوة وده كان فطار بالنسبة لي مرجبع ومرجي جدا حاولي ان انت تعملي طبقك كده وانت مستمتعة وانت موسوطة انا عارفة مجهودك وتعبك طول اليوم بس ما تنسيش نفسك اهتمي بنفسك ودايما بكررها اهتمي بنفسك وابسيتي نفسك بقى قلة حاجة بصوا بقى التوست بقول لكم خطير يلا رحوا افطروا ونكمل بقية يومنا الغداء كان عبارة عن اه لحمة اه كفتة او لحمة او فراخ او دجاج يعني مشوي بطريقة صحية انا النهاردة حبيت اعمل اه لحمة مشوية هي عبارة عن قطعة زبدة صغيرة جدا حطيت معاة حطيتها على النار وبضيف رشة من الفلفل السود دي تك انا بحب اعملها الفلفل السود بقى بيطلع ريحته الحلوة دي وبيدي طعم حلو جدا جدا في اللحم ما حطيتش ملح خالص وحبتيجي خليه كده من الجنب كده ياخد تشويحة وهنا الرز دي انا عاملة هنا الرز اللي هو زي رز الخلطة بس وقا لا بقى حرق سكر ولا بقى عمل بقى زبدة والكلام ده خالص احنا بنعمل اكل هلسي هلكل سحي حطيت يا دوبك كده اه شوية مقدار المية وحطيت معاها كمية من الارفة حلوة مش كسير بردك عشان ما اتمررش هي الارفة اللي عادش اللون بس انا عشان اخليه سويتان دي صور كده وفي نفس الوقت عايزة اخلي لونه فحطيت معلقة من دبس الرمان عايزة اقولك دبس الرمان دراية ما عجبنيش صراحة بس انا جبته بقى فقلت ايه خلاص هكمله بس هو مش احسن حاجية حطيت حوالي معلقة كده وحبتيجي حط بقى الملح والفلفل اسود وعودين من الارفة بجانب علاقة الارفة اللي انا حطوها وبسيبه ده رز بسمتي بسيبه بقى الحاد ممكن بالرز المصري بتاعنا تمام وحسيبه بقى لحد ما يستوي خالص ويتشرب وبعدين اوطر نيجي هنا اللحمة بقى بصوا هي خلاص خدت لون من تحت اللون الخطير ده واهم حاجة اللون ده عشان هو ده اللي حيديك الصوس اللونه اللي هو البني تمام هبتيجي بقى قلبها بالشكل دوت تاخد برضك صدمة من ناحية التانية وبعد كده ببتيجي ان انا هزودها اللحمة هي دي على فكرة واي منوش الفغدة فما بتاخدش سوى بس انا بحب احط لها ايه شوية مية صغيرة مغلية عشان تبيه اكتر وبغطيها كده وعايز اوليكوا بقى الوقت يبصوا لما بتغلي شوية حابة مية صغيرين خالص حوالي ربع كبه هبتيجي بقى اجيف ايه حوالي كده اربع خمس فصوص من التوم عايز اقول لكم بقى التوم ده بيبقى طعمه خطير حلو جدا بقى بيبتيجي ان هو يستوي كده وبتكليم ملوش ريحة خالص ولكن طعمه حلو ابي كل ده انا ما حطيتش ملح خالص انا حطيت بس فلفل اسود حغطي عليها واسيبها لحد ما تتشرب ميتها خالص نيجي بقى نجهز الطبق بتاعنا انا خدت تلات معالي من الرز لو الرز المصري تلات معالي لو الرز البسمتي اربع معالي بس انا خدت برضك تلات معالي وده عود الارفة اللي بزاين بيه او بجمل بيه الطبق وهنا شكل اللحمة بقى زي ما انتوا شايفين سوس خطير كده انا حطيت بس ما تصوريتش نص معلقة من الديميجلاس بيدي لون حلو وطعم حلو وطبعا حطيت كمية الملح حسب الحد اللي انتوا بتحبيه بس السوس بحطوا كده على الرز عايز اقول لكم خطير الرز حلو جدا ومعمول بطريقة صحية جينا بقى هنا عملنا طبق صلطة مليان بكل انواع الخضار المتوفرة عندك وباركوا الجزء اللي كنت مسك فيه ده هي قطعة التفاح اللي فضلت من اللي كنت اجار الديتوكس خلاص التفاح دخلول الولاد لو مش بيحبوا ياكلوا الفكهة ممكن كمان الفراولة في فواكه كده ممكن تدخل معاك في الصلطة لو هم بيحبوش ياكلوها ممكن تدخلها لهم في الصلطة وحطت لمون بقى وشوية تخلوا ونص معلقة من زيت الزيتون عايز اقول لكم الطبق مشبع جدا وبالف سحة وعافية بعد حوالي ساعتين ابتديت ان انا اجهز السناك بتاعي عايز اقول لكم لاحظوا ان الديت دوت ما فيهوش غير السناك واحد تمام وطبعا اول يوم مشبع جدا والاكل كتير وحتحسي بشبع طبعا انا كنت بعد وقت بقلل من يعني بشير السناك او بعد وقت كنت ما باخدش العشا بس الدكتورة صراحة قلت لي لأ انا اللي بكتبولك خذيه عشان انا بزود عضل تمام هنا بقى انا ابتديت ان انا خدت تلات معالي من الدرالف شار نيين وحطيت عليهم زي ما نشفتوا كده اقل من ربع معلقة من الزيت ورشة ملع وفي حلة او يعني اناءك كده يكون من اللي هو الغير لاصق عشان تفالي يعني مسلا او جرانيت عشان ما يتحرقش خلاص وحطه على النار اللي وردتولكم بقى في البرطمان ده عبارة عن ايه دي مربة مشمش انا عاملها ومصوراها هنزلها لكم صحية وطعمها خطير حلو جدا 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 هعمل بيها مشروب انا ليا مع يعني تلات معالي الف شار ليا كوباية عصير فرش فانا بحب المشمش فقلت طب ما جرب اخد من المربة هي المربة ديت معمولة بالصحية مية في المية اا اعمل منها كوباية امر الدين وتلعت خطيرة عايز اقول لكم روعة بصوا بقى حطيت كمية من المية وخدت معلقة واحدة من المربة وده شكل العصير ممكن انت بقى تعملي عصير فرولة عصير موز بس بدون لبن هيبقى عبارة عن اا صمرة فكهة ومعاها كوباية من المية حبي بقى اللي انت عايز اتعمليه كيوي اللي المتوفر عندك اعمليه خلاص اا ممكن تكلي صمرة الفكهة لو انت مش هايز تعمليها عصير بصوا بقى بولة الفشار تلعت قد ايه كتير جدا مش باعة بقى والفشار من الحاجات اللي لو عملتها لولاد سحية وحتخليهم يبقوا مبسوطين فرصة ان احنا بفصل السيف وبدل الحاجات الجهزة الشيفس والحاجات اللي مضاف لقيها مواد حفظة كتيرة ومش مفيد اخر حاجة وهي هتكون وجبة العشاء وبعدها حبدأ السيام المتقطع كانت عبارة عن تلات معالي من الزباج والزباج زي ما قلتلكم انا بعملها في البيت لو انت بتشريها من بره هتبقى عبارة زباج صغيرة خلاص هضيف معاها صمرة اتفاكة انا حبيت اخد حوالي اربع او خمس وحدات من العنى ممكن تجي في بقى توفاحة ممكن تجي في اه جوافة ممكن تجي في صمرتين كيوي ممكن تجي في اربع وحدات من المشمش اي فاكهة عندك متوفرة حد فيها انا خدت واحدة من الكيوي زي ما شايفين كده حاولوا تقطعوا الفاكهة بطريقة حلوة ابسيسي عينك خليكي تبقي مستمتعة بالاكلة اللي انتش بتكلي تمام وكم واحدة كده من العنى بقطعتها وكده مفيش حرمان زي ما انتشايفين الوجبة مشبعة واليوم مليان اكله ولكن محسوب السعرات حلو جدا اتمنى اليوم يكون عجبكم اهتمي بنفسك ودلعي نفسك ودايما بقولكم انت تستهلي كل حاجة حلوة انت تستهلي ان انت تبقي مبسوطة واشوفكم في يوم جديد ولا اول مرة يشوفوا القناة ياريت تشترك في القناة وينفعل الجرس واللايك يا حلوين ومع الف سلم ترجمة نانسي قنقر